One Plus 7 Pro التحفة الجديدة اللي أصدرتها One Plus والمنافس الأقوى لأجهزة الفلاكشيب أو القاتل الأقوى لأجهزة الفلاكشيب بنفس المواصفات الرائعة اللي موجودة في الأجهزة الغالية جداً ولكن بسعر ممتاز خلينا نستعرض مواصفاته بالتفصيل تابعوني لآخر الفيديو ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير إعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في قناة عرفون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد الجهاز نازل بثلاث إصدارات نفس المواصفات تماماً ولكن الاختلاف فيه مساحة الجهاز والرامات فقط الإصدار الأول مية 28 جيجا ب6 جيجا رام ب670 دولار أو 2500 ريال سعودي أو قطري أو ديرام إماراتي أو 11500 جنيه مصري الإصدار الثاني بزيادة بس في المساحة وفي الرامات 256 جيجا و8 جيجا رام ب700 دولار أو 2700 ريال سعودي أو قطري أو ديرام إماراتي أو 12000 جنيه مصري والإصدار الثالث الأعلى على الإطلاق بـ 256 جيجا للمساحة و12 جيجا رام ب750 دولار أو 2850 ريال سعودي أو قطري أو ديرام إماراتي أو 13000 جنيه مصري وزي كل مرة هنفتح الأول علبة الجهاز ونستعرض محتواتها والجزء الثاني من الفيديو هيكون المواصفات المهمة جدا في الجهاز اللي ميزته عن غيره والجزء الثالث المواصفات بالتفصيل الممل دي العلبة الكبيرة إذا كنت هتشتري الجهاز بالبوكس اللي فيه الهدايا دي العلبة اللي فيها كمان الهدايا بيجي فيها الجهاز نفسه والسماعة الجديدة البودز اللي أعلنوا عنها مؤخرا في المؤتمر الأخير وكمان بيجي معها ده شكل العلبة الكبيرة اللي فيها صندوق الهدايا وكمان بيجي معها شاحن السيارة الجديد السريع جدا المقدم من وراب يعني في كل الأحوال ده البوكس الكبير اللي فيه الهدايا وبيجي معها كمان اتنين كفر هدايا عموما ده اللي همنا البوكس بتاع الجهاز نفسه بيجي طبعا الموبايل على وجهة الجهاز وفيه الصندوق الصغير اللي فيه الجراب السيليكون اللي بيحمي اطراف الجهاز في حالة سقط لا قدر الله ودي كمان البن اللي بيطلع مدخل شريحة الجهاز وكمان من ضمن محتويات العلبة الشاحن المميز جدا اللي عليه اللوجو بتاع وبراب اللي بيشحن بسرعة جدا هنتكلم عنه الا انه الشاحن المردي مميز عندهم كمان الكابل باللون الاخمر يعني هما مهتمين فعلا بتفاصيل الالوان جدا كابل يو اس بي تايب سي الاصدار التالت طبعا بيشحن بسرعة مميزة جدا هنتكلم عن الشاحن لوحده الجهاز طبعا على وجهة العلبة بشكله المميز جدا والديزاين والتصميم المختلف عن اي اصدار اصدره قبل كده الجهاز بالكامل من الزجاج بالخلف بالكامل وكمان من الامام من الزجاج بالكامل يعني فيه طبعا اللمع المميزة جدا بتاعت الجهاز الجهاز من اليسار فيه الازرار اللي بتعلي وتخفض الصوت بس هي دي الازرار موجودة في يسار الجهاز من الاسفل مدخل السيم كارد ومدخل اليو اس بي سي والمايكروفون الاساسي والسماع السبيكر ده شكل مدخل السيم كارد بيحتوي على اتنين سيم كارد واحدة في الاعلى واحدة في الاسفل ده شكل الجهاز من الاسفل من الجانب الايمن عاملين سويتش جديد او زرار للتحكم ما بين وضع السايلنت او الفيبريشن او وضع الصوت زائد كمان الزرار الاساسي بتاع الباور يعني حركة كويسة جدا السويتش اللي في الجانب من الاعلى المايكروفون الاضافي بتاع منع الضوضاء هنتكلم عنه بالتفصيل وكمان الكاميرا السيلفي الجهاز ما اعلنوش ان هو ليه معيار ضد المياه زي IP68 او كده ولكن الجهاز باختباره ضد المياه ناجح جدا وما حصلش فيه مشاكل ده اختبار حقيقي عمل واحد اليوتيوبر على الجهاز تحت المياه لمدة ربع ساعة بدون اي مشاكل بالنسبة لشاشة الجهاز نوع جديد تماما اسمه فليويد اموليد بمساحة 6.7 انش بتغطي 93% من وجهة الجهاز فيه عدة امكانيات جديدة في الشاشة منها انه البصمة على الشاشة مباشرة ولكن الجديد ان البصمة اكبر 38% من الاصدار اللي قبله وبتفتح في 0.21 ميلي سكند اسرع بصمة على الشاشة على الاطلاق النقطة التانية في الشاشة هي ان هي بتدعم تقنية الـ HDR10 Plus تلاحظ فرق الالوان على يسار الشاشة بـ HDR10 Plus وعلى اليمين الصورة التقليدية الحاجة التالتة في الشاشة ان الشاشة بتقنية التسعين هيرتز 90 هيرتز معناه ان الشاشة بتعمل refresh او update 90 مرة كل ثانية الشاشات التقليدية بتعمل refresh او update 60 مرة كل ثانية دي بتعمل 90 مرة كل ثانية ده يديك انطباع ان الشاشة والحركة هتبقى سموس ونعمة جدا على الشاشة 30% افضل من الاجهزة التقليدية حاجة تاني كمان في الشاشة عاملينها اسمها Horizon Light هي الضوء الازرق اللي في جانب الجهاز اللي بيبين الاشعارات يعني مش حاجة جديدة ولكن كويس او انها موجودة في الجهاز ده اللحظة دي حركة الجهاز مارينة وكمان هتكون مارينة اكتر في الجيمز بسبب ان هي 90 هيرتز وبسبب وضوح الالوان اللي هو ال HDR10 بلس كمان الحاجة الاخيرة في الشاشة وضع ال Night Mode اللي خفضوا فيه البلو لايت الضوء الازرق علشان يكون مروح مريح ليك لو بتشوف الجهاز لو بتستعمل جهازك قبل النوم البلو لايت هو اللي بيؤدي للتوتر قبل النوم وبالتالي هم خفضوا البلو لايت علشان الجهاز يكون مناسب للاستعمال قبل النوم دي كل حاجة عن الشاشة ننتقل للحديث عن بطارية الجهاز الكبيرة جدا 4000 ميلي امبير للساعة التكنولوجي الجديدة طبعا اللي في البطارية او في الشاحن الشاحن عليه اللوجو بتاع ويرب الشاحن بيشحن الموبايل من 0% لـ 50% في 20 دقيقة فقط رقم قياسي جدا وحتى لو كنت مشغل جيمز وبتستهلك الجهاز اقصى استهلاك في الشاشة وفي الصوت وفي الجرافيك وفي المعالج الجهاز بيشحن اثناء الجيمز من 0% لـ 50% في 30 دقيقة فقط يعني نقدر نقول من 0% لـ 50% في 20 دقيقة فقط في الوضع العادي ننتقل للحديث عن تكنولوجي جديدة اسمها الـ UFS الاصدار الثالث او الـ Ultra Fast Storage التكنولوجي دي بتخلي الـ Storage او مساحة التخزين بتاع الجهاز بتستقبل ملفات بسرعة جدا لدرجة انك تقدر تنقل ملف لحد 40 جيجا في حوالي 2 في دقيقتين 11 ثانية ده رقم غير مسبوق تماما بيسهل حليك حاجات كتيرة جدا حتى لو بتعمل دونلود لعب من الماركت زي PUBG او كده بدل من اللعبة كانت زمان بتنزل في وقت اكتر من 5 دقيقة او 10 دقيقة مهما كانت سرعة الانترنت عالية دلوقتي بقت ممكن تنزل معك في ثواني معدودة بالنسبة لكاميرا السيلفي كاميرا السيلفي بتخرج بحركة ميكانيكية وهم اختبروها لحد 300 الف مرة التلتميت الف مرة دي توازي 150 مرة يوميا لمدة 5 سنين متتالية فيها كمان مستشعر للسقوط الحر للموبايل في حالة لقد ضلاء الموبايل لو سقط من كث في ايدك الكاميرا بتشعر بحركة السقوط وبتغلق الكاميرا تلقائيا بدون ما يسقط الموبايل على الكاميرا علشان ما يحصلش اي ضرر للكاميرا ده الاختبار تشوف يعني لما الكاميرا بتسقط من كاف ايدك على طول بتظهر رسالة والكاميرا بتغلق تلقائيا قبل بس ما نبدأ نتكلم عن معصفات الكاميرا في حاجتين عايزين نتكلم فيهم الجهاز فيه نظام استيريو مطور جدا بيطلع الصوت مجسم بشكل غير مسبوق الحاجة التانية الجهاز فيه تكنولوجي اسمها رام بوست بتنظم استخدام الرامات في الجهاز بحيث ان هي بتدي اولوية للبرامج اللي شغالة وبتخلي البرامج اللي في الخلفية يعني اقل استهلاك للرامات المتاحة والحاجة التالتة هي تكنولوجي اسمها ليكويد كولر الجهاز فيه نظام تبريد بيعتمد على السوائل علشان مهما استهلكت الجهاز في جيمز والحاجات اللي فيها جرافيك ومعالجة قوية للبيانات يظل الجهاز برضو محتفظ بدرجة حرارة بردة ومتازة وبالتالي الجهاز ملائم جدا للجيمز في وجود شاشة قوية ونظام تبريد قوي نرجع نتكلم عن كاميرا السيلفي كاميرا السيلفي في فيديو المؤتمر عرضوا ان هي ممكن تتحمل ضغط لحد 22 كيلو هسيب لكم الرابط في الوصف لو عايزين تشوفوه ولكن في العموم كاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل والكاميرات الثلاثة اللي وراء الكاميرا الأولى كاميرا وهي كاميرا 8 ميجا بيكسل هنتكلم كمان عن مواصفاتها في الجزء الأخير في الفيديو وفي العموم دي صور حقيقية ملتقطة فعليا بكاميرا الجهاز ده اختبار للثلاث كاميرات الكاميرا التليفوتو والكاميرا الوايد أنجل والكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل دي صور حقيقية تبين قد إيه الجهاز بيطلع الألوان الغنية وبيميز كمان ما بين الأماكن اللي فيها إضاءة متوهجة والأماكن اللي فيها إضاءة خافتة ده كمان وضع الليل تلاحظ يعني حتى في وجود إضاءة ضعيفة الجهاز بيقدر كمان يبين الصورة في أفضل وضع ممكن طيب من أول هنا هنبتدي نتكلم عن المواصفات التفصيلية جدا لي One Plus 7 Pro الجهاز طبعا بيطعم شبكات Global System for Mobile شبكات الجيل الثاني والCurialed Vision Multiple Access شبكات الجيل الثالث والHigh Speed Protocol for Access دي كمان شبكات الجيل الثالث والLong Term Evaluation أو شبكات الجيل الرابع فهو مدعو من شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع الجهاز تم الإعلان عنه في 14 مايو 2019 ده كان المؤتمر وفي فيديو للمؤتمر لو حابين تشوفوه في قناتي وموجود في السوق ابتداء من 17 مايو 2019 وزن الجهاز يعني ثقيل نسبيا أنا بعتقد دايما وزن المتوسط هو 180 جرام يعني ده يعني إلى حد ما أتقل سنة بسيطة عن العادي طبعا الجهاز من الأمام ومن الخلف من الزجاج ولكن بإطار معدني بالكامل طبعا الجهاز بيدعم شريحتين سيم كارد مش شريحة واحدة سيم كارد ومفيش مكان للميكرو اس دي أو إنك تزود مساحة الجهاز للأسف طيب شاشة الجهاز اللي تكلمنا عليها بالتقنيات الكتير من نوع الفليود أموليد هي الشاشة الجديدة تماما اللي بيستعملوها بمساحة 6.7 إنش كسافة البيكسل فيها 515 بيكسل بير إنش كسافة ألوان كبيرة من نوع الجوليريلا جراس طبعا اللي هو الزجاج المقاوم للخدش ويقص صدمات بنسبة كبيرة فيها طبعا بتدعم وضع الـ HDR10 بلس وكمان زي ما قلنا هي 90 هيرتز الجهاز طبعا مبني على أندرويد الإصدار التاسع بوجهة أكسجين الإصدار التاسع أكسجين أو إس هي الوجهة الشهيرة جدا للوان بلس معالج الجهاز مقدم من شركة كوالكم نوع سناب درجون 855 مبني بمعمارية 7 نانوميتر سناب درجون 855 هو بالضبط نفس المعالج المستخدم في جالاكسي S10 بلس فالمعالج اللي هنا هو هو نفسه المعالج اللي في S10 بلس اللي تمنه حوالي ألف دولار يعني مع مراعات فرق السعر ولكن المعالج هو هو الحاجة التانية بالنسبة للمعالج إنه هو 7 نانوميتر رقم 7 نانوميتر ده أقل معمارية للمعالجات لما الرقم ده بيقل معناها إنه استهلاك المعالج للبطارية أقل بكتير الأرقام اللي أعلى من 7 نانوميتر هي 10 وفيه كمان 14 نانوميتر كلما الرقم ده بيزيد معناها إن استهلاك المعالج للبطارية أعلى وبالتالي رقم 7 ده معناها إنه المعالج موفر جدا للبطارية طبعا المعالج ثماني النواة منهم نواة واحدة بسرعة 2.84 جيجاهرتز و 3 أنوية بسرعة 2.42 جيجاهرتز و 4 أنوية اللي بقية بسرعة 1.8 جيجاهرتز معالج الجرافيك كمان هو أدرينو 640 نفس كمان معالج الجرافيك اللي فيه جالكسي S10 بلس وبالتالي الجهاز مناسب جدا للألعاب للأسف يعني من الحاجات اللي ما حبتهاش في الجهاز إنه ما فيش فيه مدخل للمايكرو اس دي وبالتالي ما ينفعش إنك تزود مساحة الجهاز بالذاكرة الخارجية الجهاز بيجي زي ما قلنا ب3 إصدارات الإصدار الأول 128 جيجا ب6 جيجا رام والإصدارين التانيين 12 جيجا رام أو 8 جيجا رام ومساحتهم 256 جيجا المواصفات الفنية للكاميرات الثلاثة الكاميرا الأولى هي الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 1.6 الحقيقة هو الرقم F على 1.6 فرقم الـ 1.6 ده في المقام يعني في الأسفل فلما الرقم ده بيقل معناها إنه فتحة العدسة كبيرة وبتستوعب إضاءة أعلى وبالتالي بتلتقط صور في الإضاءة الأوليلة صور أفضل بكتير الكاميرا كمان فيها الـ Optical Image Stabilization اللي هو التثبيت البصري الكاميرا التانية كاميرا Ultra Wide بتلتقط الصور العريضة زي البانوراما علشان تلتقط المناظر الطبيعية كاميرا 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 الكاميرا التالت هي كاميرا Telephoto كلمة Telephoto معناها كاميرا فيها تكبير بصري مش تكبير Digital بيوصل فيها لحد 3X Optical Zoom تكبير بصري هي كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.4 فيها كمان التثبيت البصري Optical Image Stabilization وبالتالي تقدر تصور بها فيديو كويس جدا الكاميرا طبعا فيها تكنولوجي كتيرة منها كمان تكنولوجي بتاعت الHDR هو وضع موازنة الألوان للتمييز ما بين الإضاءة المتوهجة والإضاءة الخافتة الفيديو في الكاميرا فيه بيدمج ما بين Optical Image Stabilization والElectrical Image Stabilization فيها تثبيت إلكتروني كمان إضافي للصورة ويعني وضوح الصورة في الفيديو بيوصل لـ 30 إطار في الثانية أو 60 إطار في الثانية بـ 2160 بيكسل كاميرا السيلفي طبعا اللي بتخرج بحركة ميكانيكية وتكلمنا عنها 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.0 كمان كاميرا عريضة يعني بتلتقت إلى حد ما صور عريضة نسبيا وفيها كمان وضع موازنة الألوان ووضع الـ HDR وفيها كمان Electrical Image Stabilization وبالتالي لو صورت بيها حتى فيديو هتقدر تثبت الصورة نسبيا ومبقاش الفيديو فيه الاهتزازات اللي موجودة في كف إيدك أثناء ما إنت ماسك الموبايل طبعا اللاود سبيكر اللي موجود في الجهازة تكلمنا عنه وأعرضنا منه جزء في كمان الفيديو بتاع ملخص المؤتمر للأسف كمان الموبايل مفيش فيه مدخل 3.5 ميلي جاك أو مدخل السماعات التقليدية الرخيصة اللي موجودة في كل الأسواق يعني دي من الحاجات اللي أنا محبتهاش في الجهاز الجهاز فيه وضع Active Noise Cancellation أو مانع الضوضاء هو بيكون عن طريق أنه الموبايل بيكون فيه مايكروفون في الأسفل وفيه مايكروفون في الأعلى ولما أنت بتتكلم مكالمة معينة الجهاز بيسمعوا صوتك من أكتر من مصدر المايكروفونين بيسمعوا صوتك وبيقدروا عن طريق algorithm أو كود زكي يلغوا الضوضاء ويوصلوا صوتك للطرف الثاني أنقى ما يكون عن طريق أنه هم بيلغوا صوت الضوضاء اللي حواليك يعني ده وضع موجود في أغلب الأجهزة ولكن كويس جدا أنه موجود فيه الجهاز ده فيه كمان وضع Dolby أو Dolby أو زي ما بتسميه اللي بيعمل الصوت الأتموسفيريك أو الصوت المجسم السير راوند عن طريق السماعتين الواي فاي اللي في الجهاز بيدعم وضع الديريكت واي فاي أو الاتصال المباشر بالأجهزة زي الطبعات والأجهزة المخيطة بيك وكمان بيضعم وضع الهوتس بوت هو وضع مشاركة الإنترنت من جهازك البلوتوث اللي في الجهاز هو الإصدار خمسة أفضل إصدار من البلوتوث والجي بي اس اللي في الجهاز طبعا هم متفوقين في الجي بي اس من زمان ولكن هو أدفانس جي بي اس وهو من أفضل إصدارات الجي بي اس وبيدعم كمان السيرفيس المختلفة بتاعت الجي بي اس الجهاز فيه طبعا NFC أو Nier Field Communication ارجع القناتي أنا تكلمت عنه كتير جدا وعن الاستخدامات بتاعته زي أنك تنقل ملفات وغيره في فيديو مستقل عنه لو حابب تشوفه مافيش راديو في الجهاز يعني أغلب الأجهزة الفلاكشيب أو الأجهزة الغادية ما بيكونش فيها راديو اليو اس بي اللي في الجهاز هو من نوع يو اس بي طايب سي الإصدار التالت دي حاجة كويسة جدا المستشعرات أو السنزورز أو الحساسات اللي موجودة في الجهاز المستشعر البصمة طبعا اللي موجود على الشاشة مباشرة وتكلمنا عنه أنه هو أسرع مستشعر بصمة بيلقط بصمتك في أقل من 20 ميلي سكند وفيه كمان الأكسلوروميتر الأكسلوروميتر ده المستشعر المسؤول عن الأوتوريتيت أو الدوران التلقائي للشاشة لما تشغل الدوران التلقائي للشاشة وتخلي الموبايل في وضع أفقي أو رأسي الموبايل يلف الشاشة تلقائيا الجيروسكوب ده كمان اللي بيحس بتميله الموبايل كله إذا كان وضع أفقي أو رأسي أو مائل البروكسيميتي سنسور ده السنسور اللي بيكون جنب سماعة السيلفي جنب كاميرا السيلفي او جنب السماعة اللي على وجهة الشاشة اللي بيقفل الشاشة لو انت بتتكلم مكالمة علشان خدك مايرتطمش بالشاشة وانت بتكلم شخص معين علشان ما تضغطش على ازرار وانت مش ياخد بالك وطبعا الكمباس هي البصلة بطارية الجهاز طبعا 4000 ميلي امبير للساعة وبتدعم وضع الشحن السريع جدا اللي هو الوابت شارج اللي بيشحن الموبايل زي ما قولنا من صفر الى خمسين في المية في عشرين دقيقة ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناة عرفهون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله